اجتمع رئيسه مجلس الوزراء بوزير الشباب والرياضة لمناقشة التدشين الرسمي للمنصة الوطنية لشباب كياني وأهداف المنصة وتعد المنصة حلقة الوصل والتواصل الفعال بين مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات وفعليات تفيد الشباب المصري الذي يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها لخلق علاقة قوية موثقة بين الشباب والوزرات والهيئات المختلفة وتطبيق كياني مقسم إلى أربعة أقسام هي خدماتي لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية والحكومية وخدمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بمصر ومشاركاتي لتقديم كل الفعاليات المصرية والدورات التدريبية وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات وأرائي لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب ومن الشباب للشباب وأخيرا موجهي لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء ترجمة نانسي قنقر